موسيقى جوتيرش الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي غير مسبوق وزير الدفاع الإيطالي روما تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع وإيران لن نسمح بتحويل العراق منطلق لنشطات إسرائيل من عنوين نشر إلى تفاصيلها أهلا وسهلا بكم مشاهدين الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بهذه الكلمات توجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي في جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا الدول المشاركة أجمعت على ضرورة إيجاد حل للأزمة من خلال نزع السلاح مندب ليبيا طلب من جميع الدول سحب مواطنيها المرتزقة من البلاد وتساءل بأي صفة يتدخل البعض في ليبيا هذا وكانت قناة الوسط قد بثت وقاعي الجلسة مباشرة على الهواء عقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة جلسة حول ليبيا عبر تقانية الفيديو كونفرنس الدول المشاركة ناقشت الوضع في ليبيا عن كثب وكان لكل منها موقفها الخاص من الأزمة الليبية وفي كلمته الافتتاحية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش أن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة والتدخل الأجنبي وصل إلى مستويات غير مسبوقة وشدد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة كاشفا أنه طلب من السراج وحفتر وقف إطلاق النار وأضاف جوتيريش أن هناك انتهاك لحظر السلاح على ليبيا ويجب وقف التصعيد والذهاب للحوار أمر أكد عليه أيضا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أما وزير خارجية ألمانيا فدع الأطراف الليبية إلى جعل سرط منطقة منزوعة السلاح ضرورة إيجاد حل للأزمة عن طريق نزع السلاح أمر أجمعت عليه الدول المشاركة فالمندوبة الأمريكية قالت أن وجود حشود عسكرية في السرط يؤثر قلقها وإن لا مكان للمرتزقة في الأراضي الليبية أمر تطرق إليه مندوب روسيا الذي نفى وجود أي جندي روسي على الأراضي الليبية تونس اعتبرت أن التصعيد العسكري في ليبيا يهدد السلم في المنطقة والعالم مصر بدورها اعتبرت أن أمن ليبيا هو من أمنها القومي واعتبرت أيضا في هذا الصياق أن هناك محاولات إقليمية للهيمن عليها أما الموقف الأكثر حدة فجاء على لسان مندوب فرنسا الذي حذر من تحول ليبيا إلى سوريا ثانية منورات تركية بحرية ضخمة قبلة السواحل ليبيا في خلال الأيام المقبلة خطوة لها دلالتها من حيث التوقيت والموقع الجدير بالذكر أن هذه التدريبات تأتي بعد بضعة أيام من زيارة قائد القوات البحرية تركية ووزير الدفاع التركي إلى طرابنس بعد استعراض القوات المصرية لعتادها إبنى كلمة رئيسها عبد الفتاح السيسي وأعلانه سرت خطا أحمر تظهر تركيا التي شرعا تدخلها في ليبيا بمذكرتي اتفاق مع حكومة الوفاق لتعلن تحرك جزء من أسطولها البحري نحو ليبيا لكن ليس للحرب إنما لمنورات ضخمة كما وصفتها القوات البحرية التركية نافتكس هو الاسم الذي أطلق على المنورات كما نقلت وصائل إعلام تركية وستجري قبالة السواحل الليبية في ثلاث مناطق مختلفة سيحمل كل منها اسما خاصا وهي بيربروس وتروغيت رئيس وتشاكاباي هذا وكشفت وصائل إعلام تركية أن هذه المنورات ستجري قريبا وهي بمثابة تدريب تحسبا لإندلاع أي حرب في شرق المتوسط على ودن على موصفة بالتوترات المتصعيدة التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة حيث ستشارك 17 طائرة حربية وتماني قطع بحرية مصر سبقت تركيا بعرضها العسكرية وقد أكد خبير عسكري مصري أن المنورة التركية المزمع إجراؤها هي رسالة دبلوماسية خطيرة تسمى بدبلوماسية البوارج البحرية واصفا إياها بالرسائل الحربية للدول المعادية معتبرا أن هذه المنورات تأتي ردا على تدمير منظومة الدفاع الجوي والإندار والحرب الإلكترونية التركية في قاعدة الوطي العسكرية جنوب العاصمة الليبية ترابلس المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غالين أكد أن تدخل التركي في ليبيا غير مجريات الأحداث والاشتباكات وأن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق بموجب اتفاق التعاون العسكرية لا تزال المواقف التركية الداعمة لحكومة الوفاق تتوالى يوما بعد يوم آخرها كان على رسال المتحدث عن الرئاسة التركية إبراهيم غالين الذي أكد أن تدخل التركي في ليبيا غير مجريات الأحداث والاشتباكات مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق بموجب اتفاق التعاون العسكرية ولفت أن حكومة الوفاق لها حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات قوات المشير خليفة حفتر مشيرا إلى أن التعاون التركي مع حكومة السراج يستمر في هذا الإطار حسب قوله هذا وأشار أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي فيما يواصل حفتر انتهاك كافة اتفاقات وقف اطلاق النار مضيفا أن كل دعوة أطلقها حفتر لوقف اطلاق النار أو حل سياسي كانت بمثابة تحضير أرضية مناسبة لاعتداء جديد وفق تعبيره وختم بالقول نسمع أقويل حول نية بعض الجهات تقسيم ليبيا إلى عدة أجزاء كالأقويل التي تم تدولها حول تقسيم العراق سوريا ولبنان لكن تركيا لا يمكنها أن تسمح بذلك جدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني موقف بلاده لضرورة توصل إلى اتفاق لوغف دائم لإطلاق النار من أجل توفير مساحة ودفعة جديدة للحوار بين الليبيين هذا كما اتفق عليه في مؤتمر برلين هذا وعاد الوزير الإيطالي التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية ولا يوجد حل لليبيا مقسمة واصفا بلاده بأنها تقف على مسافة متساوية من طرفين النزاع في ليبيا جاء ذلك في أعقاب زيارة غيريني أنقرة للقاء نظيره التركي خلوسي أكار وفق مجلس الشيوخ الإيطالي على إعادة تمويل البعثة العسكرية في ليبيا لتدريب ودعم حرس السواحل الليبي وذلك للتصدي للهجرة غير الشرعية هذا وصدق المجلس على المشروع خلال بحث تجديد تمويل البعثات الإيطالية في الخارج لعام آخر وذلك بموافقة 260 برلمانيا ورفض 14 آخرين بينما امتنع عضوان عن التصويت عدد سكان ليبيا محدود نسبة لمساحتها الكبيرة لكن البلاد تتمتع بإحتياطات هامة بالعملة الصعبة معاد وخمات بعضها نادر هذا ما يؤثر طمع الطامعين منذ غابر الزمن حتى اليوم تتسابق القوى الإقليمية والدولية على ثروات ليبيا ومنها المهملة كالثروة السمكية في خليج سارت فللبلاد احتياطات منجمية من الجبس والحديد والإسمنت والزجاج والسيراميك ورمال السيليكا أو السيليكوم وكالة الأناظول التركية نقلت عن وكالة الطاقة الأمريكية تقديرها بأن احتياطات النفط الصخري الليبي ضاعفت احتياطات البلاد مما يجعلها الأولى عربيا والخامس عالميا والملفت أن النفط الصخري يوجد شمال غرب وجنوب غرب ليبيا ما يعني أن مستقبل النفط الليبي سينتقل من إقليم برقة إلى إقليمي طرابلوس وفزان لكن استغلال النفط الصخري يحتاج إلى تقنيات متطورة ناهيك عن خطورته على البيئة وإمكانية تدمير الأحواض المائية الجوفية الضخمة في الصحراء والتي تغذي مدن الشمال الأكثر كثافة عبر النهر الصناعي أما مناجم الحديد بالجنوب الغرب الليبي فاكتشفت شمال سبهة وتشير وكالة الأناظول إلى تقارير عدة ترجح وجود مناجم اليورانيوم في منطقة العوينات الغربية بالقرب من جات أما الذهب فتوجد شواهد منه في منطقة العوينات الشرقية قرب مثلث الحدود الليبية مع مصر والسودان كما توجد في جبال تيبستي من الجانب الليبي على الحدود مع تشاد لكن ذهب ليبيا ينهبه المنقبون الأفارقة عن المعدن الأصفر الذين يجوبون الصحراء الكبرى من السودان شرقا إلى موريتانيا غربا مرورا بتشاد وليبيا والنيجر والجزائر للتنقيب عن الذهب بوسائل بسيطة وفي المنطقة نفسها عناصر نادرة تدخل في صناعة التقنية النووية والإلكترونية والألواح الشمسية وينتظر الليبيون ظهور هذه الثروات تحت ضوء شمس التوظيف الوطني لتطوير البلاد مشاهدين ينضموا معنا من تركيا الخبير في شؤون الشرق الأوسط جينكيز تومار أهلا وسهلا بك سيد جينكيز مبدئيا دعنا نتحدث عن البواخر والبارجات التركية هل هناك احتمالية لاستقرارها على الشواطئ الليبية؟ طبعا هذه الإشارات والدلالات بالنسبة للإستقرار البحرية التركية في الشواطئ الليبية لأن تعرفون هناك عدة اتفاقية بين الهكومة ترابلوس وتركيا خاصة بالنسبة للباحر الأبيض المتوسط وهناك أيضا اتفاقية بين اليونان والفرنسا والدول الأوروبية ويسمون الإيريني بالنسبة للباحر الأبيض المتوسط هذا أظن جواب من تركيا للفرنسا وأيضا لخليفة هفتر بالنسبة للهجمات الأخيرة في الوطية والتركيا أن ترى لكل الدول معنية بالنسبة لقضية الليبية وأيضا للكونسورسي ما نسمي يدعم للخليفة هفتر والتركيا هناك برا وبحرا طيب سيد جينكيز هذه قراءة عام عما حدث وعما يحدث بناء على اتفاقية تركية مع حكومة الوفاق وهي ما يشرع من خلالها اليوم الرئيس التركي والحكومة تركية تدخلها في ليبيا ولكن نتحدث اليوم عن احتمالية استقرار هذه البارجات بعد هذه المنورات التركية لأن هناك اليوم رد مصري وهناك عرض عسكري مصري قبل هذه المنورات التركية وأيضا هناك فرنسا وبعض الدول التي ذكرتها رافضة لهذا التدخل ما مدى خطورة الموقف اليوم حسب رأيك هناك خطورة موجودة لأن سرط وجفرة وهي خلال النفط مهم جدا بالنسبة لليبيا من الذي يفتح الأبواب سرط وخلال النفط في سرط وجوارها وهذا بالنسبة لقضية الليبيا مهم من الذي يحكم ليبيا يجب أن يحكم سرط وهذه المناطق المجابرة وبسبب هذا التركية هناك لأن تركيا تعرف المصر تقول سرط خطوط خمراء بالنسبة لنا وكل الدول هكذا لأن كل الناس يعرفون إذا لا يوجد هناك نفط والغاس طبيعي الليبيا التي تعيش ليبيا صعب جدا أو أي هكومة هناك خطوط اقتصادية موجودة كما كان في سوريا شرقا وغربا والتركيا تقول بالنسبة لنا أيضا سط وجفرة الخطوط خمراء وجادة جدا طيب اليوم نتحدث أيضا ليست فقط على دول إقليمية هناك اتحاد أوروبي وهناك أيضا زيارة تركية قبل بضعة أيام إلى ليبيا وما بعدها أتى هذا الإعلان وهذا التصريح بأنه سيكون هناك منورات هذه القراءة ممكن أن تدل إذ وفقتني على هذه القراءة التي يرونها بعض المحللين بأن المنورات بالطبع جاءت بموافقة حكومة الوفاق ولكن في نفس الوقت إذا ما تحدثنا عن النفط الليبي من المفترض أن يكون هناك اتفاق اليوم أو مفاوضات بين حكومة الشرق وحكومة الغرب هل هذه المنورات من الممكن أن تفضي لعدم التفاوض بين طرفي النزاع في ليبيا بحيث أنها من الممكن أن تزيد الوضع عربكا لازم تركيا من البداية تريد أن تكون نفط الليبيا ليس لنفط تركيا وهناك وقف إطلاق النار وكما قال الوزير الدفاع الروسي اليوم هذا شيء روسيا تريد وتركيا تريد أيضا نحن نعرف كالشعب التركي النفط لليبيا وشعب الليبي ولكن لهكومة المشروعة ليس لحفتر وبسبب هذا تركيا ليس ليأخذ هذه البترول إلى تركيا أو إلى مكان ما مثل ما أرادت فرنسا حتى تنكل النفط وغاز طبيعي إلى أوروبا تركيا هنا ليس بسبب بترول لنفسه ولكن يُعطي البترول لشعب والهكومة المشروعة ودعم بدون البترول أي هكومة لا تستطيع أن تنجح في ليبيا كل الناس يعرفون هذا يعني إذن اليوم تقول بأن هذه التدخل التركي وهذه المناورات التركية أحد وفعها هو البترول الليبي أو النفط الليبي هذا الشيء عن تركيا تقول يعني هناك يعني مصالح تركية موجودة في ليبيا كل الناس يعرفون من سمانينيات موجودة وأيضا روابط تاريخية موجودة حتى الرموز الأسماء لهذه المناورات شاكافي هو كان أمير البحر في أحد السلتوكي تركوت رئيس وبارباروس هؤلاء مراء البحر في أحد الدولة الأثمانية في هذه المناطق وهذا الشيء رمزي يعني تركيا تقول في بحر الأبيض المتوسط بدون تركيا لا تستطيع أن تفعل شيء ولا فرنسا ولا روسيا نعم إذن شكرا لك سيد جينكيز تومار الخبير في شؤون الشرق الأوسط كنت معنا من تركيا ناقش رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جراسيموف مع نظيره التركية شارغولير في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا وسوريا جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية اليوم نقلته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك من دون الكشف عن تفاصيل المحادثات قال وزير الخارجية الروسي سيرغلافرو فين موسكو وأنقرة تتوسطان من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا معربان عن أمله في أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة فايزة سراج بالتوقيع على وثيقة لوقف إطلاق النار معنا من موسكو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي الدكتور مسلم الشعيط أهلا وسهلا بك دكتور مبدئيا دعنا نتحدث عن موقف روسيا اليوم من هذه المنورات التي ستكون خلال الأيام المقبلة المنورات التركية مساء الخير إلى كل مشاهدينك أهلا بك يعني روسيا تتعامل بدبلوماسية مع تركيا لكنها أبدت منذ ما أرجعت زيارة وزيري الدفاع الروسي ووزيري الخارجية إلى أنقرة نتيجة لاختلاف وجهات النظر بالتعاطي مع الأزمة الليبية روسيا لا تعلن لكنها أبلغت الأتراك أن تدخلهم في ليبيا غير شرعي وهو يدعم طرف من أجل فقط سرقة النفط والغاز والهيمنة على مداخل في البحر المتوسط تستطيع تركيا لاحقا التأثير على أوروبا والضغط عليها أيضا طيب ولكن أيضا روسيا اليوم متهمة بالتدخل لطرف آخر في النزاع الليبي سواء كان عن طريق فاغنر أو عن طريق عن طريق توريد أو عن طريق إمداد هذا الطرف بالأسلحة نعم أنت قلت متهمة ولكن تركيا موجودة بالفعل وهي أعلن ذلك لكن روسيا تنفي أن تكون موجودة في تلك المنطقة بالإضافة إلى أن حفتر وعقيلة هم طرف أساسي في ليبيا كما هو السراج وهناك موقف عربي واضح وخاصة مصر وأبدت مبادرة مهمة روسيا دعمتها ولمصر مصالح استراتيجية أكثر من تركيا في ليبيا ولم تتدخل في المباشر كما فعلت تركيا إذن المسألة هي أصبحت أطماعي ليبيا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام عندما تدعي أنها تدخلت في ليبيا لدعم السلطة الشرعية والحفاظ عليها هو يفسر دائما وسريعا أن تدخلها في سوريا غير شرعي واحتلال ودعم للمنظمات الإرهابية عندما تتدخل في ليبيا من أجل السلطة الشرعية لا تأخذ معها الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا من أجل الصراع الداخلي هذا ما نحن نرفضه في روسيا هناك أعلان سيد مسلم هناك أعلان من روسيا عن استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا لأنها ستكون مبدئيا من تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني كما تم الإعلان سواء كانت في طرابلس أو بنغازي وسيتم نقل السفارة مباشرة بعدها عند استثباب الوضع الأمني الآن ما هي الأعمال التي ستقوم بها السفارة الروسية لليبيا نعم هناك الكثير من المعاملات التي تحتاجها ليبيا يحتاجها المواطنون الليبيون خاصة لمن سيسافر وأيضا معاملات اجتماعية خاصة وعلاقات ديبلوسية مع الأطراف المعنية وروسيا عندما قالت أن السفارة ستكون في تونس هي بالتالي أثبتت بالفعل أنها طرف محايد لا تستطيع أن تقف مع طرف ضد آخر رغم أننا في روسيا نعتقد المناطق الشرقية هي أكثر أمانا مما هو في طرابلس ومع ذلك هذه الرسالة هي واضحة لكل الأطراف أن روسيا تدعم الحوار وتنتظر الاتفاق على وقف إطلاق النار من أجل نقل السفارة إلى تنتظر الاتفاق على وقف إطلاق النار إلا أن مطالبات روسيا اليوم بعد لقاء مع الجزء التركي أو النظير التركي تمت مطالبة نظيرها التركي وسير الخارجية بأن يطالب من حكومة الوفاق أن توقع على وقف إطلاق النار إلا أنه لم يكن هناك في نفس البيان مطالبات للحكومة المؤقتة أو الحكومة الليبية مع المشير خليفة حفتر لوقف إطلاق النار أو التوقيع على هذا الاتفاق المشير حفتر وافق عن المبادرة المصرية أي أنه على وقف إطلاق النار لكن السراج بدعم من تركيا هو يرفض وقف إطلاق النار متوهمة تركيا أنها ستحتل السرد والحفرة لاحقا وبالتالي روسيا تخاطب تركيا مباشرة لأنها هي التي تقرر وقف إطلاق النار وليس السراج السراج أصبح دمية في يد الأترك نعم إذن شكرا لك الدكتور مسلم شعيت ورئيس المركز التقافي الروسي العربي كنت معنا من موسكو أجرى وزير الخارجي المصري سمح شكري مع نظره البريطاني دوميني كراب مباحثات هاتفية شملت الملفالبية هذا وقد دبها شكري من خطورة تدخلات الأجنبية غير الشرعية منوها بضرورة احتواء الأزمة والعمل استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها بما يحافظ على مقدارات الشعب الليبي ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح بشاغ ضبط عناصر تابعين لتنظيم داعش في منطقة بوغرين ومدينة الزاوية مضحا أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد أفراد التنظيم في بوغرين الأسبوع الماضي بينما ألقى القبض على عناصر خلية أخرى في الزاوية قبل يومين كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية عند حد قوله أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حرص المنشآت النفطية لم يسمح لنقلة النفط دلتا أوشن التابعة للمؤسسة بتحميل النفط الخام من ميناء السدرة موضحا رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أنها مستعدة هذا يذكر أن المؤسسة كانت قد دعت إلى السماح لنقلة إلى الناقلة في وضع الاستعداد في ميناء السدرة لبدء تحميل النفط الخام من الخزنات كما طلبت بمغادرة جميع المرتزق الأجانب والجماعات المسلحة ميناء السدرة على الفور قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ضبط مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى مالطة يبدأ بمعالجة الأزمة في ليبيا هذا والتقى بوريل رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مالطة حيث أكد استمرار الاتحاد في دعم السلطة الليبية ورفع قدرات حرس المنشآت لضبط حدوده مشيرا إلى مواصلة طواقم عملية إيرين الأوروبية مهمتها شبه البابا فرانسيس مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال مضيفا إنما يصل إلى العالم ليس سوى صورة مخففة للحياة التي تشبه الجحيم هناك مضيفا تدور حرب في ليبيا ونحن نعلم قبحها ولكن لا يمكن تخيل الجحيم الذي يعيشه الناس هناك مشاهدين نتابع النشر بعض فاصل قصير وفيها احتجاجات تندد بمقتل الهاشمي في العراق اهلا بكم من جديد استبعد سفير ايران في بغداد ايرج مصر جديد حول العراق إلى منطلق لنشاطة اسرائيل مؤكدا ان ايران دولة قوية ومتطورة وكبيرة ويمكنها مساعدة العراق في بعض المجالات ومن بينها الجانب الامني وكذلك في مواجهة كورونا محتجون في بغداد والنجف والمثنى طالبوا بالكشف عن قتلة الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي وتقديمهم للعدلة عقب وتطالبهم بتقديمهم بتقديمهم المسلحة 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 أكدت تركيا وذكر لفروف أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد حيث أو حثت على انتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية أطلقت الولايات المتحدة رسميا عملية انسيحابها من منظمة الصحة العالمية وذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها لأزمة كورونا الولايات المتحدة خارج منظمة الصحة العالمية رسميا فعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفذ تهديده سحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها لأزمة كورونا وتحيوزها إلى الصين ومساهمتها في انتشار الوباء وعز ترامب قراره إلى فشل المنظمة في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة وطلب إيجابات من الصين بشأن الفيروس الذي بدأ انتشاره من هناك وأودى بحياة الألاف حول العالم إثر ذلك قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن روسيا والصين أعربتا عن دعمهما لمحاربة الفيروس كورونا من خلال منظمة الصحة العالمية أما ألمانيا فاعتبرت أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة نكسة للتعاون الدولي وقد انسحب المدير العام للمنظمة من ندوة منعقدة في لندن في اللحظة الأخيرة بعد أن قال المنظمون إنه يتعين عليه حضور اجتماعات تتعلق بإعلان الولايات المتحدة خروجها من المنظمة ومن جهة أخرى أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سيلغي في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بإسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية مشاهدين نتابع النشر بعض فاصل قصير وفيها عزف الكمان لمصابي كورونا أهلا بكم من جديد قررت ممرضة في تشيلي أن ترفع الروح المعنوية للمرضى في أقسام العناية المركزة فقامت بعزف الموسيقى على آلة الكمان على أوتار الأمل تعزف داماريس سيلفا مزيجا من الأغاني اللاتينية الشعبية التي تدخل الراحة على قلوب كل من المرضى الذين قضى بعضهم أسبيع في الرعاية المركزة وزملائها المنهكين وعادة تسرعن غالبية الممرضات عندما يفرغن من دورات عملهن الطويلة في رعاية العديد من مرضى كوفيد-19 إلى العودة للمنزل لرؤية أسرهن والخلود للراحة لكن الأمر كان مختلفا مع سيلفا التي تأخذ آلة الكمان الخاص بها بعد انتهاء نوبتها في السادسة مساء مرتين أسبوعيا لتعود إلى القسم الذي أنهت لتويها العمل به وعلى مدى ساعات تقطع سيلفا ممرات مستشفى في حي فقير من العاصمة سانتاجو وهي تعزف على الكمان وقالت سيلفا أنها بمجرد أن تدخل إلى المرضى تشرق وجوههم ويبدون أكثر سعادة يبتسمون ويصفيقون وأضافت أن هدفها هو منح القليل من الحب والإيمان والأمل وهي تعزف على الكمان ومبادرتها واحدة من مبادرات عدة برفع الروح المعنوية في أقسام الرعاية المركزة في تشيلي والتي هي في الوقت الحاضر قريبة من أن تمتلئ كليا بسبب جائحة كورونا مشاهدين من السياسة إلى الاقتصاد والزميلة يارا مساء الخير يارا مساء الخير عبد السلام حذر صندوق النقد الدولي أن ليبيا ستواجه تحديات مالية صعبة لن تتجاوزها إلا بسعر 100 دولار لبرميل النفط وتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط ما بين 40 و 45 دولار دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر من استمرار سعر النفط بين 30 و 40 دولارا للبرميل على الاقتصادات الأفريقية المصدرة للنفط مؤكدا أن ليبيا في هذه الحالة ستواجه تحديات مالية صعبة لن تتجاوزها إلا بسعر 100 دولار للبرميل وركز الصندوق في تقرير جديد له حول محور الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19 على الاقتصادات الأفريقية مع التركيز على التحديات غير العادية التي تواجه مصدرين نفط الأفريق ولفت إلى تكلفة الضريبة الاقتصادية لعمليات الإغلاق والصدمات الخارجية التي ستكون لها تأثير واسع على الاقتصادات الأفريقية وخص الصندوق بذكر ليبيا والجزائر من بين مصدر النفط الأفريق الثمانية قائلا أن تعديل التوقعات من 2.5% إلى ناقص 5.2% ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط ما بين 40 و45 دولارا للبرميل مشيرا إلى أن تطورات إيجابية قد ترفعه إلى 50 دولار أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن العجزة في الإرادات النفطية والسيادية وصل إلى 1.790.000.000 دينار كما أن العجزة في إرادات النقد الأجنبي من يناير وحتى يوليو بلغ 4.300.000.000 دينار وتم تغطياته من احتياط المصرف إلى ذلك قال المركزي أن إجمال مخصصات وزارة الصحة بلغت مليار وخمسمائة مليون دينار خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام 2020 أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا عن تقديمها للمساعدات الطارئة للعائلات النازحة بسبب الصراع في ليبيا وقالت البعثة في بيان لها أن الصراع في ليبيا أدى إلى ارتفاع جديد في النزوح وأنه قد تم تخصيص 100.000 يورو كمساعدة طارئة للأسر التي اضطرت للفرار بسبب القتال المستمر هبطت أسعار النفط العالمية بعد أن أظهرت بيانات في القطاع زيادة مخزونات الخام الأمريكية في حين استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفسة عقب موجة صعود غذاها التنامي الإصابات بكورونا وأمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياط الاتحادي وصلت أسعار العملات الدولية الدولية الأكثر تداولا التراجع أمام الدنار الليبي في السوق الموازية مقارنة بالسعر المسجر الأمس وماذا عن البرصات العالمية هذا كان كل شائف الاقتصاد والآن ننتقل إلى صفحة رياضية أكد رئيس فريق عمل دراسة عودة النشاط الرياضي في ليبيا الدكتور محمد الفجي للدابل تيفي أنه تم الاتفاق مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا على عودة النشاط الرياضي تدريجيا حيث ستكون البداية بالرياضات الفردية ومن ثم رياضات الدفاع عن النفس وصولا للرياضات الجماعية وفق إجراءات احترازية ووقائية أوضح رئيس مجلس الرياضة تبرج لقناة الدابل تيفي أن تعدد الهيئات في حكومتين وظروف البلاد هو من بين أهم المشاكل التي تؤثر سلبا في النهوض بالبنية التحتية لقطاع الرياضة في المدينة الأندية وقطاع الشباب والرياضة بصفة عامة والبنية التحتية تعاني من المشاكل كثيرة مشكلة الازدواجية الحاجة الثانية التبعية الحاجة الثالثة المشاكل المجالس البلدية أكبر من أنهم يلتفتوا للرياضة قرر الاتحاد الليبي للتنس والسكواش فصل لعبة الاسكواش عن التنس وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الثلاثة بطرابولوس وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل الارتقاء باللعبة واعتماد بعض التعديلات في النظام الأساسي وقفل الحساب الختمي لسنة 2019 عالميا قال المهاجم السويدي زلتان برايموفيتش بعد فوز ميلا على يوفينتوس بأربعة أهداف لهدفين إن الرسونيري كان سيفوز بالدور الإيطالي لو انتدبه منذ بداية الموسم وأشار زلتان في تصريحات لشبكة DAZN أنا هنا رئيس ولاعب ومدرب لكنهم يدفعون لي المال فقط بصفتي لاعب مشاهدين الآن إلى الكاريكاتور ختم ناشرة نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصدو تيفي تنمير ترجمة نانسي قنقر